ذكر من تطير له من طلب أن يتطير له ومن يعمل الطير يتشاؤم بالأشياء يسأله أن يتطير له أن ينظر له في هذه الأشياء التي يتطير بها ليخبره عما له في المستقبل هذا كفر بالله عز وجل وطلب لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فالمتطير والمتطير له سوى لهذا الحكم لأن المتطير له رضي بهذا وصدق من فعله ويكون مثل من فعل الطير نعم